السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أحبابي ومتابعي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اليوم إن شاء الله نتكلم على خطوات بسيطة جدا لكسافة وزيادة أزهار الجردينيا وحتى تنمو الجردينيا عندك بطريقة صحيحة وأزهارها تطول لفترة طويلة بإذن الله تعالى عليك اتباع بعض الخطوات البسيطة لنتكلم عليها بإذن الله تعالى طبعا كلنا نعلم نبتة الجردينيا هي من النبتات الرائعة ذات أزهار جميلة جدا ولها رائحة جميلة ومميزة وهي من النبتات الداخلية والخارجية في نفس الوقت يعني تقدر تزرحها داخل المنزل في أصص داخل المنزل أو في الحديقة خارج المنزل كما نراها أمامنا ما شاء الله تبارك الرحمن في حديقة المنزل وأزهارها بكثافة عالية وجميلة جدا طبعا زي ما نشاهد قدامنا أزهار كثيفة بفضل الله تعالى فعليك طرق بسيطة جدا أو خطوات بسيطة جدا للحصول على هذه الأزهار الجميلة الرائعة أولا الانتظام الرأي مهم جدا لزيادة وكثافة الأزهار وحتى طول عمر الزهرة لفترة طويلة مهم جدا انتظام الرأي فانتظام الرأي من الأولويات في الخطوات المهمة لنبات الجردينية نبات الجردينية من النباتات التي تحب الرطوبة في التربة تحب أيضا الجو المعتدل لا تحب أشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في وقت الظهيرة فهي من النباتات تحب الجو المعتدل الرطب فعليك أن توفر لها هذه الظروف حتى تنمو عندك بطريقة جيدة وتزهر بطريقة جميلة جدا أيضا وبطريقة بزيادة وكثافة الأزهار الانتظام الرأي مهم جدا طبعا من أولى خطوات الانتظام الرأي ثانيا تربة أن تكون التربة خفيفة جيدة الصرف كلما كانت التربة خفيفة وجيدة الصرف كلما أعطت الجردينية أزهار بكثافة وتنمو بطريقة جيدة وبذلك تعطي أزهار بكثافة عالية بفضل الله تعالى كلما انتظمت واخترت التربة الخفيفة ويفضل التربة البطموس فهي من أفضل الترب لنبات الجردينيا والجردينيا من النباتات التي تحب التربة الحامضية فعشان أنها تحب التربة الحامضية فعليك إضافة ملعقة من الخل مرة في أشهر مع مياه الري هذه نقطة مهمة جدا بالنسبة لنبات الجردينيا لأنه من النباتات التي يحب التربة الحامضية نوعا ما فعليك إضافة ملعقة من الخل كل شهر مع مياه الري وعليك بتسميد الجردينيا بسماد ان بي كيه مرة في الشهر وشيلات الحديد أيضا مرة في الشهر يعني كلما سمت وانتظمت في الري والتسميد كلما أخذت وحصلت على أزهارك بكثافة عالية وطبعا تطول عمر الزهرة بفضل الله تعالى يعني زي ما احنا شايفين قدامنا ما شاء الله تبارك الرحمن هاي النبتة صغيرة ولكن أزهار بكثافة عالية بفضل الله تعالى فإن اتبعت هاي الخطوات البسيطة وبإمكان أي حد يقدر يتبع هاي الخطوات يعني خطوات بسيطة جدا ومهمة جدا لنبتة الجردينيا فستلاحظ وتفاجئ بالنتيجة بإذن الله تعالى وأتمنى أن أكون قدمت لكم بعض المعلومات المفيدة على هاي النبتة الرائعة فلا تنسوا الصلاة على النبي ولا تنسوا اللايك والشير والاشتراك بالقناة ودمتم في رعاية الله وأمنه والسلام